بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس تفسير صورة النجم للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه الصورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى حيث يقول المسألة الثالثة علمته وعلمت به مستعملان قال الله تعالى في سورة الأنعام إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ثم ينبغي أن يكون المراد من المعلوم العلم إذا كان تعلقه بالمعلوم أقوى إما لقوة العلم وإما لظهور المعلوم وإما لتأكيد وجوب العلم به وإما لكون الفعل له قوة أما قوة العلم فكما في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى لما كان علم الله تعالى تاما شاملا علقه بالمفعول الذي هو حال من أحوال عبده الذي هو بمرأ منه من غير حرف ولما كان علم العبد ضعيفا حادثا علقه بالمفعول الذي هو صفة من صفات الله تعالى الذي لا يحيط به علم البشر علقه بالحرف أو لما كان كون الله عز وجل رائيا لم يكن محسوسا به مشاهدا علق الفعل بالمفعول بنفسه وبالآخر بالحرف وأما ظهور المعلوم فكما قال تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وهو معلوم ظاهر وأما تأكيد وجوب العلم به فكما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر وكذلك قوله تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأما قوة الفعل فقال تعالى علم أن لن تحصوه وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل لما كان المستعمل صفة الفعل علقه بالمفعول بغير حرف وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل لما كان المستعمل اسما دالا على فعل ضعف عمله علقه بالمفعول بالحرف المسألة الرابعة قدم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدي في كثير من المواضع منها في سورة الأنعام ومنها في سورة القلم ومنها في هذه السورة لأن في المواضع كلها المذكور نبيه صلى الله عليه وسلم والمعاندون فذكرهم أولا تهديدا لهم وتسلية لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة قال في موضع واحد من المواضع هو أعلم من يضل عن سبيله وفي غيره قال بمن ضل فهل عندك فيه شيء؟ قلت نعم ونبين ذلك ببحث عقلي وآخر نقلي أما العقلي فهو أن العلم القديم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه إن وجد أمس علم أنه وجد أمس في نهار أمس وليس مثل علمنا حيث يجوز أن يتحقق الشيء أمس ونحن لا نعلمه إلا في يومنا هذا بل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين وأما النقلي فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كان ماضيا فلا نقول أو فلا تقول أنا ضارب زيدا أمس والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيدا أمس وإن كنت تستعمل اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول أنا ضارب زيد أمس ويجوز أن يقال أنا غدا ضارب زيدا والسبب فيه أن الفعل إذا وجد فلا تجدد له في غير الاستقبال ولا تحقق له في الحال فهو عدم وضعف عن أن يعمل وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله أعيد يقول قال في موضع واحد من المواضع هو أعلم من يضل عن سبيله وفي غيره قال بمن ضل فهل عندك فيه شيء؟ قلت نعم ونبين ذلك ببحث عقلي وآخر نقلي أما العقلي فهو أن العلم القديم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه إن وجد أمس علم أنه وجد أمس في نهار أمس وليس مثل علمنا حيث يجوز أن يتحقق الشيء أمس ونحن لا نعلمه إلا في يومنا هذا بل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين وأما النقلي فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذا كان ماضيا فلا تقول أنا ضارب زيدا أمس والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيدا أمس وإن كنت تستعمل اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول أنا ضارب زيد أمس ويجوز أن يقال أنا غدا ضارب زيدا والسبب فيه أن الفعل إذا وجد فلا تجدد له في غير الاستقبال ولا تحقق له في الحال فهو عدم وضعف عن أن يعمل وأما الحال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله إذا ثبت هذا فنقول لما قال ضل كان الأمر ماضيا وعلمه تعلق به وقت وجوده فعلم وقوله أعلم بمعنى عالم فيصير كأنه قال عالم بمن ضل فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضي ولما قال يضل كان يعلم الضلال عند الوقوع وإن كان قد علم في الأزل أنه سيضل لكن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد وهو تعلقه بكون الضلال قد وقع وحصل ولم يكن ذلك في الأزل فإنه لا يقال إنه تعالى علم أن فلانا ضل في الأزل وإنما الصحيح أن يقال علم في الأزل أنه سيضل فيكون كأنه يعلم أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل وهو يعمل عمل الفعل فلا يقال زيد أعلم مسألتنا من عمر وإنما الواجب أن يقال زيد أعلم بمسألتنا من عمر ولهذا قالت النحات في سورة الأنعام إن ربك هو أعلم من يضل يعلم من يضل وقالوا أعلم للتفضيل لا ينبئ إلا من فعل لازم غير متعد فإن كان متعديا يرد إلى لازم وقولنا علم كأنه من باب علم بالضم وكذا في التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم هذا قول النحا يقول الإمام وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله أعلم من يضل معناه عالم وقد قدمنا ما يجب أن يعتقد في أوصاف الله عز وجل في أكثر الأمر أن معناه أنه تعالى عالم ولا عالم مثله فيكون أعلم على حقيقته وهو أحسن من أن يقال هو بمعنى عالم لا غير فإن قيل فلما قال هاهنا بمن ضل وقال هناك يضل قلنا لأن هاهنا حصل الضلال في الماضي وتأكد حيث حصل يأس الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالإعراض فإن قيل فلما قال هاهنا في سورة النجم بمن ضل فجاء بالفعل الماضي وقال في سورة الأنعام من يضله بالفعل المضارع قلنا لأن هاهنا حصل الضلال في الماضي وتأكد حيث حصل يأس الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالإعراض وأما هناك فقال تعالى من قبل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم قال إن ربك هو أعلم من يضل بمعنى إن ضللت يعلمك الله فكان الضلال غير حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضي المسألة السادسة قال في الضلال عن سبيله ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله لأن الضلال عن السبيل هو الضلال وهو كاف في الضلال لأن الضلال لا يكون إلا في السبيل وأما بعد الوصول فلا ضلال أو لأن من ضل عن سبيله لا يصل إلى المقصود سواء سلك سبيلا أو لم يسلك وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلك ويصحح هذا أن من ضل في غير سبيله فهو الضال ومن اهتدى إليها لا يكون مهتديا إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإيمان فكان الاهتداء اليقيني هو الاهتداء المطلق فقال بمن اهتدى وقال بالمهتدين ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى إشارة إلى كمال غناه وقدرته بعد قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لأن من علم ولم يقدر لا يتحقق منه الجزاء فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وفي الآية مسائل المسألة الأولى قال الزمخشري معناه أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت لهذا الغرض وهو أن يجازي المحسن من المكلفين والمسيئ منهم وهذا يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله تعالى ليجزي للغرض يقول الإمام بعد أن ذكر كلام الزمخشري وهذا يدل على أنه يعتقد أن اللام في قوله تعالى ليجزي للغرض فهي كلام في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وهو جرى في ذلك على مذهبه وهو لا يتحاشى مما ذكره لما عرف عنه من مذهب الاعتزال وقال الواحدي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى في حق موسى عليه السلام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي أخذوه وعاقبته أنه يكون لهم عدوا والتحقيق فيه هو أن حتى ولام الغرض متقاربان في المعنى لأن الغرض نهاية الفعل وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر يقال سرت حتى أدخلها ويقال سرت لكي أدخلها فلام العاقبة هي التي تستعمل في موضع حتى للغاية ويمكن أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال إن قوله ليجزي متعلق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق ما في السماوات تقديره كأنه قال هو أعلم بمن ضل واهتدى ليجزي أي أن من ضل واهتدى يجزى الجزاء والله أعلم به فيصير قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض كلاما معترضا ويحتمل أن يقال هو متعلق بقوله تعالى أي أعرض عنهم ليقع الجزاء كما يقول المريد فعلا لمن يمنعه منه ذرني لأفعله وذلك لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس ما كان العذاب ينزل والإعراض وقت اليأس وقوله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى حينئذ يكون مذكورا ليعلم أن العذاب الذي عند إعراضه يتحقق ليس مثل العذاب الذي قال تعالى فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل هو مختص بالذين ظلموا وغيرهم لهم الحسنى ويحتمل أن يقال هو متعلق بقوله تعالى فأعرض أي أعرض عنهم ليقع الجزاء كما يقول المريد فعلا لمن يمنعه منه ذرني لأفعله وذلك لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس ما كان العذاب ينزل والإعراض وقت اليأس وقوله تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى حينئذ يكون مذكورا ليعلم أن العذاب الذي عند إعراضه يتحقق ليس مثل العذاب الذي قال تعالى فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل هو مختص بالذين ظلموا وغيرهم لهم الحسنى وقوله تعالى في حق المسيء بما عملوا وفي حق المحسن بالحسنى فيه لطيفة لأن جزاء المسيء عذاب لأن جزاء المسيء عذاب فنبه على ما يدفع الظلم فقال لا يعذب إلا عن ذنب وأما في الحسنى فلم يقل بما عملوا لأن الثواب إن كان لا على حسنة يكون في غاية الفضل فلا يخل بالمعنى هذا إذا قلنا الحسنى هي المثوبة بالحسنى وأما إذا قلنا الحسنى هي الأعمال الحسنى ففيه لطيفة غير ذلك وهي أن أعمالهم لم يذكر فيها التساوي وقال في أعمال المحسنين بالحسنى إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذكر أحسن الاسمين والحسنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالأعمال الحسنى كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وحينئذ هو كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أي يأخذ أحسن أعمالهم ويجعل ثواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن أو هي صفة المثوبة كأنه قال ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أي جزاؤهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب وأما الزيادة التي هي الفضل بعد الفضل فغير داخلة فيه ثم قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يقول الإمام قوله تعالى الذين يحتمل أن يكون بدلاً عن الذين أحسنوا وهو الظاهر وكأنه تعالى قال ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا ويتبين به أن المحسن ليس ينفع الله عز وجل بإحسانه شيئاً وهو الذي لا يسيء ولا يرتكب القبيح الذي هو سيئة في نفسه فالذين أحسنوا هم الذين اجتنبوا ولهم الحسن وبهذا يتبين المسيء والمحسن لأن من لا يجتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذي يجتنبها يكون محسناً وعلى هذا ففيه لطيفة وهو أن المحسن لما كان هو من يجتنب الآثام فالذي يأتي بالنواف ليكون فوق المحسن لكن الله تعالى وعد المحسن بالزيادة كما قال للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالذي فوقه يكون له زيادات فوقها وهم الذين لهم جزاء الضعف بما عملوا ويحتمل أن يكون قوله الذين ابتداء كلام وليس بدلاً تقديره الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله لهم أي أنه مبتدأ خبره محذوف والذي يدل عليه قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة لحال المسيء وحال المحسن وحال من لم يحسن ولم يسئ وهم الذين لم يرتكبوا سيئة وإن لم تصدر منهم الحسنات وهم كالصبيان الذين لم يوجد فيهم شرائط التكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنى ويظهر هذا بقوله تعالى بعده هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أي يعلم الحالة التي لا إحسان فيها ولا إساءة وفيه مسائل إذا لم يحسن ولا إساءة ولا إساءة ويظهر هذا بقوله تعالى بعده هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أي يعلم الحالة التي لا إحسان فيها ولا إساءة كما علم من أساءة وظل وعلم من أحسن واهتد وفيه مسائل المسألة الأولى إذا كان بدلا عن الذين أحسنوا فلما خالف ما بعده بالمضي والاستقبال حيث قال تعالى الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ثم قال الذين يجتنبون فجاء بالفعل هنا مضارعا ولم يقل اجتنبوا نقول هو كما يقول القائل الذين سألوني أعطيتهم والذين يترددون إلي سائلين أي الذين عادتهم التردد والسؤال سألوني وأعطيتهم فكذلك ها هنا قال الذين يجتنبون أي الذين عادتهم ودأبهم لاجتناب لالذين اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش مرة وأقدموا عليها أخرى فإن قيل في كثير من المواضع قال في الكبائر والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون وهنا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم في كلتا الآيتين جاء بالفعل المضارع يجتنبون وقال في عباد الطاغوت والذين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فما الفرق نقول عبادة الطاغوت راجعة إلى الاعتقاد والاعتقاد إذا وجد دام ظاهرا فمن اجتنبها اعتقد بطلانها فيستمر وأما مثل الشرب والزلا وغيرهما من الفواحش فأمر تختلف أحوال الناس فيه فيتركونه زمانا ويعودون إليه ولهذا يستبرأ الفاسق إذا تاب ولا يستبرأ الكافر إذا أسلم فقال في الآثام الذين يجتنبون دائما ويثابرون على الترك أبدا وفي عبادة الأصنام قال اجتنبوا بصيغة الماضي ليكون أدل على الحصول ولأن كبائر الإثم لها عدة أنواع فينبغي أن يجتنب عن نوع ويجتنب عن آخر ويجتنب عن ثالث ففيه تكرر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال وعبادة الصنم أمر واحد متحد فترك فيه ذلك الاستعمال وأتى بصيغة الماضي الدالة على وقوع الاجتناب لها دفعة واحدة وبهذا فرغ الإمام من عرض المسألة الأولى ونقف عند المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم نقرأ هذه المسألة والمسائل التي بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين